ما تنسوش انه احنا بنقرأ في فاتحة الكتاب بنقول لربنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ربنا بعث لنا الهادي حبيب الله سيدنا النبي بعث الينا الحبيب المحبوب صلواته ربي والسلام عليه اللي ربنا قال في حقه بيقوله بيقوله كده وإنك وإنك لتهدي الى صراط المستقيم صراط الله اهو اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم قال لك بعدتلك بعدتلك الهادي اللي بيهدي سيدنا النبي حسنا السلام ربنا قاله وإنك لتهدي اهو بيأكد علينا النبي بيهدي الى صراط المستقيم وقال لنا سبحانه وتعالى في صورة النور ومن أصدقه من الله يقيلها مفيش فيش أصدق من ربنا قال لنا وإن تطيعوه تهتدو بس نسمع كلام النبي عشان كده فتحت ملف ما حضرتكم اتباع السنة وأهمية التذكير بالسنة الأداب والقيم والأخلاق اللي تعلمناها من رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قد وتنا النبي محمد عليه السلام ده فيه ناس النهاردة تيجي تقول لك قال لرسول الله بقول لحضرتك يحصل له كده جسمه يكله يعني عارف ده قوي والله العظيم سبحان الله وتيجي تقول له ده العالم الأمريكاني قال ده العالم البريطاني سوى ده العالم الكندي عمل يعني السلام بقى يهز رأسه كده وانت راح تودي نحت الغرب والأجانب وتيجي تقول له قال رسول الله ينكر السنة وينكر كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أنا ليه اضحكت لأنه في آية سبحانك يا رب في صورة المؤمن عارفين هي صورة المؤمن بالمناسبة اللي هي صورة غافر أحد الحواميم السبعة في سبع صور كلهم كلهم صور مكية بتبدأ بحاميم غافر وفي الصلة والشورة والزخرف والدخان والجاثية كلهم وراء بعد كده كل أحقاف سبع صور وراء بعد اسمهم الحواميم السبعة ففي صورة غافر شورة بنا بقول ايه وإذا ذكر الله وحده إيش مأزت يا خبر على الكلمة دية آه والله في ناس كده يعني أول ما تقولوا قال الله يحصلوا شمئزاز كده إحنا مالنا مالدول إنما إحنا إحنا قرة عينينا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إحنا قدوتنا سيدنا النبي إحنا إحنا مالناش مركة لسيدنا النبي إحنا سيدنا النبي أحب إلينا من أبأنا وأمهاتنا وأولادنا والدنيا وما فيها أحب إلينا من أنفسنا أحب إلي من نفسي التي بين جنبي والنبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده النبي لازم يبقى أحب إليك من ابنك قولك ضنايا أو النبي أحب إليك من ضناك من ولده ووالده والناس أجمعين شوف